بسم الله الرحمن الرحيم علم إجمالاً في الوقت المشترك بين الظهر والعصر أنه أتى برباعية بإحدى الصلاتين ويشك هل هي الظهر التي أتى بها وترك العصر أو العكس يدري سوى أربع ركعات نواها ظهر نواها عصر سؤال هو لو كان ناويها عصر تقع صحيحة نعم إذا فعل ذلك سهوا لا يضر ذلك بصحتها لأن الترتيب شرط ذكري لا شرط واقعي هناك شروط واقعية مثلاً الطهارة من الحدث في الصلاة في الصلاة شرط واقعي لو أن شخصاً صلى من دون طهور ثم علم بعد ذلك صلاته باطلة يقول لا تدري لا تدري بالنتيجة هذا الشرط واقعي وقد فات هناك شروط علمية يعني مع العلم بها هي شرط أما مع الجهل فلا كالطهارة من الخبث من النجاسات في الثوب والبدن أثناء الصلاة لا بد أن تكون ثيابه ويكون بدنه طاهرين فإذا صلى ثم علم بعد الصلاة بالنجاسة أخبره أناس أنه هناك نجاسة خلف ظهرك مثلاً أي نجاسة كانت ما كان يدري صلاته صحيحة هذا شرط علمي هناك شروط ذكرية منها الترتيب بين الصلاتين اللي ملتفت متذكر لا يجوز له أن يصلي الحصر قبل الظهر أو العشاء قبل المغرب أما لو نسي راح عن باله إجي يريد يصلي بناءه هو مصلي الظهر فنوى أصلي الحصر وجوباً قربة إلى الله تعالى وخلصها أربع ركعات عقوب ما خلص اتذكر هو الظهر ما مصليها صلاته صحيحة زياني والترتيب والترتيب راح خلي روح الترتيب شرط ذكري يعني يراد حين التذكر أما مع النسيان فيشمله حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وليس الترتيب من ضمن الخمسة التي تعاد منها الصلاة زين الآن واحد صلى يدري الآن ساعة ثلاثة عقب الظهور ثنتين عقب الظهور في الوقت المشترك قام يفكر قال أنا اليوم صليت أربع ركعات شنويتها ما أدري نويت ظهور نويت عصر يدري هناك صلاة عليه لو ظهور لو عصر يأتي برباعية بقصدي ما في الذمة إنو إلهي إذا أنا الظهور فائتتني رح أصليها الآن إذا عصر هذه اعتبرها عصر أي وحدة هي الفائتة فأنا أقصدها بهذه الرباعية هذا إذا كان في الوقت المشترك زين إذا واحد قال خلي يجري الأصول العملية الأصل أنه ما مصلي الظهر زين وبعدين والأصل أنه ما مصلي العصر تمام هذا أصل وهذا أصل لكن هو يدري وحدة مسويها عند علم إجمالي تعارضة الأصول فبالنتيجة رح يكون عليه صلاة واحدة رباعية أما إذا صار الشيك في الوقت المختص بالعصر شنو هو الوقت المختص حيث لا يبقى لانتهاء النهار إلا مقدار أربع ركعات أو أقل إذا واحد شان نايم نايم وقعد قبل غروب الشمس بست سبع دقائق إلى أن يتوضى ويصلي يلا يلحق يجيب أربع ركعات ثلاثة ثنتين وحدة من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت بس مو أكثر من أربعة لو يدرك خمسة خمسة يصلي الظهور أو وحدة من العصر لحق عليها ومن أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك زين الآن إذا الوقت ضيق ما يكفي إلا الأربع ركعات وبمسألتنا هذه يدري يمفوت أربعة يقوم يصلي عصر في الوقت المختص ليش لأنه آخر الوقت خلص النص قايل يختص بالعصر وإذا واحد قال زين نجري الأصول الأصل أنه ما مصلي الظهر نقول مصلي الظهر لو ما مصلي الآن هذا الوقت مختص بالعصر حتى لو عنده يقين مو مصلي الظهر ما لها تأثير نعم الأصل أنه ما مصلي العصر ووقتها موجود هذا الوقت المختص مختص بالعصر فإذا صار الشك في الوقت المختص يصلي العصر زين هذا الكلام بعينه انجيبه في المغرب والعشاء مع فرق في المغرب والعشاء إذا شك علم أنه أدى إحدى الفريضتين الآن الآن ساعة ستة تقريبا دنيا الليل هذا قاعد يفكر مش غول باله أحيانا الظهر يمكن مصليها يصلي بس العصر وما عليه شيء لأنه مصلي رباعية فرض المسألة أنه مصلي رباعية زين الآن في المغرب والعشاء هالوقت ساعة ستة وما أخذتها الدنيا وأفكارها وطلايبها متعاري كوي هذا وذاك وذاك ما أخذ فلوسه وهو ما أخذ فلوس الناس وإلى آخره فيضيع أحيانا الناس تضيع دربها جينهم يعرف طريقة للبيت ما يضيعها فيقول أنا أنا صليت صليت قبل شوية شنو صليت صليت مغرب صليت عشاء وحدة صليتها أدري وحدة مو ثنتين وحدة صليتها أو وحدة ما صليتها شنو اللي سويتها وشنو اللي ما سويتها بما أنه هذا الوقت مشترك يكون يقوم يجيب مغرب وعشاء مغرب وعشاء مو مثل الظهر والعصر اللي يجيب رباعية بقصد ما في الذنة هناك الظهر والعصر رقمهم واحد هذه أربعة هذه أربعة فيجيب رباعية بقصد ما في الذنة هنا الرقم اختلف ثلاثة أربعة يقول زين راح أصلي ثلاثية أجيب مغرب نقول لي يمكن أنت فايتتك العشاء يقول أجيب العشاء نقول لي يمكن فايتتك المغرب الأصل أنك ما صليت المغرب والأصل أنك ما صليت العشاء فقوم صليهم اثنينهم مغرب وعشاء هذا في الوقت المشترك الآن صار هالحشي كله في الوقت المختص آخر الوقت يختص بالعشاء البارحة صار حشي أنه آخر الوقت متى بالنسبة للمغرب والعشاء فيها كلام المسألة أدت أقوال أدت أقوال من ضمن الأقوال أنه لا ثلاثة أجيب بس ثلاثة يمكن ثلاثة أربعة طعش قول أكو في المسألة بس ثلاثة منها أنه يمتد وقت المغرب والعشاء إلى الفجر هذا رأي لبعض الفقهاء إلى الفجر رأي يقول إلى منتصف الليل الرأي الثالث أنه المختار اللي ما عنده مانع هو هو أخر صلاته حده إلى منتصف الليل المضطر اللي كان عنده مانع ما قدر يجيبها قبل منتصف الليل هذا يمتد وقته إلى الفجر والبارحة ذكرت مثالين ثلاثة للي عنده مانع مغمى عليه دخليه بالبنج دخليه لحجرة البنج قبل المغرب ضربه إبرة ما فق عينه إلا ساعة وحدة هذا مو باختيارة كان مغمى عليه ما يحس الآن فق عينه يقوم يصلي المغرب والعشاء أداء ولو عقب نص الليل لأنه كان عنده مانع نايم نام قبل المغرب ما فق عينه إلا ساعة بالثنتين عقب نص الليل ما كان يحس معذور رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ يقوم يصلي المغرب والعشاء أداء لها أمثلة أما واحد عمدا يأخر المغرب والعشاء يقول لهم صلي يقول ما لي خلق الآن يريد يقعد يسولف وياكل ويشرب أو ضيع وقت إلى أن صار نص الليل صار نص الليل ما مصلي هذا صلاة صارت قضاء على رأي هذا الرأي الثالث يقول هذه صلاة صارت قضاء كان يقدر يصلي وهو تهاون زين الآن لنفترض لنفترض أن آخر الوقت هو منتصف الليل وبالمناسبة هم كلمتين هذه كلمة منتصف الليل أنت كثير من الناس اليوم من تقول لهم نص الليل يقول إيه ساعة 12 حاط هذي بباله ليش والله شنو الإذاعات والدول وكذا من الصير ساعة 12 يحسبوه يوم جديد والساعات هذه موقتها يصير ساعة 12 تقلب بالتاريخ ساعة 12 من الليل مع أنه منتصف الليل مو ساعة 12 منتصف الليل فيه رأيان رأي للسيد الخوئي ورأي للسيد السيستاني السيد الخوئي يقول منتصف الليل هو منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الشمس اليوم متى تغيب الشمس يقول المقوم ساعة 5 4 و53 دقيقة وهم اختلفين واحد كاتب 52 واحد كاتب 53 الصائغ قال 52 وهذه بساعة الفجر وكاتب 53 هم يختلفون بهالحتي هذا المهم ويمتا تطلع الشمس الصباح ناخذ نصها نصها وعاد هذا رح يعادل نص النهار نص الليل يعادل نص النهار حتى نعرف اليوم هالليلة اذا واحد يريجي يصلي صلاة الليل يقول نص الليل يمتى يصير نقول اليوم الظهر ساعة كم كان الظهر كان ساعة نعم اثناش الا ستعش دقيقة مو الا ربع اكو دقيقة من فوقها يعني 11 و44 دقيقة المقوم يقول المقوم يقول اليوم اليوم الظهر 11 و44 دقيقة نص الليل اليوم على رأي السيد الخوي 11 و44 و44 دقيقة السيد السيس ثاني عنده حشي ثاني يقول لا نص الليل نحسب من غروب الشمس الى طلوع الفجر مو الى طلوع الشمس الى طلوع الفجر وناخذ نص هاي الفترة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس يلغيها راح يختلف الحشي راح حوالي ساعة الى ربع يصير قبل يعني بدل 11 و44 دقيقة راح يصير 11 و10 تقريبا مثلا راح يصير قبل نصف الليل سيد سيدنا متى يفدي اليوم هذا شنو سببه هالكلام لهذا السبب انه اليوم النهار متى يبدأ والليل متى ينتهي اختلف العلمان مو بس العلمان الاعلام الاعلام اختلفوا قسم قائلين النهار يبتدي بطلوع الشمس طلعت الشمس بدأ النهار وينتهي بغروب الشمس قسم قائلين لا النهار يبتدي بطلوع الفجر وينتهي عند غروب الشمس وهذا يأثر لان من الفجر الى طلوع الشمس حوالي ساعة ونصف يعني اللي يقول من طلوع الفجر راح يزيد على النهار ساعة ونصف واللي يقول من طلوع الشمس راح ينقص تنقص ساعة ونصف يختلف فرق كبير عموما ما علينا الان مسألتنا احنا قاعد نحشي بالعلم الاجمالي واحد قاعد قبل منتصف الليل فرضنا عمدا عمدا ما صلى الى ان صارت مو 11 و44 دقيقة قبلها بخمس دقائق اربع دقائق باقي الان 11 و40 دقيقة يقول انا اذا اريد اصلي كل المغرب صليتها لو ما صليتها الان هذا الوقت مختص بالعشاء والاصل انك لم تأتي بالعشاء من يقول انت صليت العشاء انت شاك هذه فيها كلام انه يصير يصلي المغرب ثلاث ركعات ويلحق على ركعة من العشاء المفروض يصير لكن فيها دليل خاص كأنه اذا بقيت اربع ركعات انتهى الامر زين وعليه من صار الوقت المختص بالعشاء ويقول انا شاك يمكن مصلي المغرب والان اصلي العشاء خش ويمكن انا مصلي العشاء ومو مصلي المغرب انقل للمغرب امصليها لو مصليها الان بعد انتهى تأثيرها الان الوقت مختص بالعشاء وانت تشك في انك صليتها ام لم تصليها تبني على انك لم تصليها وتقوم تصلي العشاء هذه مسألة من فروع العلم الاجمالي وصلى الله على محمد وعاله